حزب عدالة التنمية هذا في طرح ممارسة الحرية دي الرأي لكن هل هذه هذا تعبير عن قوة في الحزب ودينامية ولكن الذي يحسمه الاختيارات هي المؤسسة دي للحزب وقد مرت على الحزب فترات صعبة من تاريخه الطويل والممتد إلى درجة قد توحي بعض المعطيات وبعض الواقع بين الحزب مقبل الانشقاق وهذا ليحصل لم يحصل لقطوه إن شاء الله لن يحصل العدالة التنمية بما أن في هذه الحرية من التعبير عن الأراء في ذلك هذا متسع لكي يساهم الجميع بقديراتهم وبعد ذلك الكلمة الأولى والأخير للمؤسسات ونحن عندنا من المقومات المنهجية والأخلاقية والفكرية ما يجعل الحزب إن شاء الله موحدا ومنأ عن أي انشقاق قد يتوهمه الخصوم الحزب السياسي كالكائنات البشرية تعرف في مصارها تموجات ولحظات من القوة ومن الضعف ما وقع في 18 تنبير هذه نقطة في المصار طويل لذلك تفسيراته وعوام الهدات والموضوعية ولكن أكيد أن الحزب العودة التنمية قوته لا يمكن أن تقاس فقط بالعائد الانتخابي قوته أكبر من ذلك وأجل له مقومات حزب حقيقي يشتغل بمنهج بمؤسسات بأطروحة برؤية في ذلك ما وقع في 18 تنبير سيستدعي منا وقفة طويلة لقراءة ما وقع وإفراز وبلورة رؤية جديدة للمرحلة المقبلة وأكيد إن شاء الله لسنا بيدعاء من الأحزاب الديمقراطي في العالم لتشاهد في بعض الفترات نوع من التراجعات ولكن ما تلبت أن تنهض من جديد كل الحزب العودة عندهم الصرع للترشيح تقتضي أن يرشح أضاء المزوطني من يقدرون أن يكونوا لمصيب الأمي العام ويقع التداول ثم التصويت في ذلك كل أعضاء المؤتمر مؤهلون لهذه المهمة حزب عدال وتنمي حزب المؤسسات وأي موضوع يمكن أن نناقشون ننقش في داخل المؤسسات في ذلك الفضاء الطبيعي لمناقشة كل ما يتعلق بالحزب والانتخابات وبالحزب السفة عامة هو في المؤتمر لهذا ذلك عقدناه اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر